الوقت ليس في صالحكم بهذه العبارة افتتحت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة استفاني ويليامز الاجتماع الافتراضي الثالثة للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي ويليامز حذرت الأطراف السياسية من أن أي تقعس أو عرقلة لمسار الحوار سيكلف البلاد الكثير منبهة إلى وجود عشرة قواعد أجنبية في الأراضي الليبية معها قرابة العشرين ألف جندي يعملون على تحقيق مصالحهم وفق قولها لم تتوقف ويليامز عند هذا الحد حيث حذرت من أن استمرار الجمود والانقسام السياسي لشهر آخر سيتسبب في تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية كذلك ويجعل أكثر من مليون ليبي في حاجة إلى المساعدات الإنسانية مذكرة الجميع بأوضاع الكهرباء المأساوية وانقفاض قيمة الدينار إضافة إلى تفشي وباء كورونا في البلاد ونوهت المبعوثة الأممية إلى وجود فاعلين أجانب يعملون في الخفاء إضافة لجهات محلية منخلطة في الفساد واستغلال مناصبها وطبقة سياسية وصفتها بالفاسدة تسر على البقاء في السلطة في الوقت الذي يتزايد فيه انعدام المساءلة والسمرار عمليات الاختطاف والاغتيالات في جميع أنحاء البلاد ويليامز زعمت أن الحوار الجاري في تونس لا يتعلق فقط بتقاسم السلطة بل يتعلق بمشاركة المسؤولية بين كل الأطراف خصوصا بعد تحقيقهم تقدما مهما عبر تحديد موعد للانتخابات في ديسمبر من العام القادم ترجمة نانسي قنقر